اشتركوا في القناة لأن الأشعة ما فوق البنفسجية تعمل على تضمير خلايا نسيج البشرة ويؤدي إلى ظهور حروق الشمس وقد تتسبب ببعض حالات السرطان يعني سرطان الجلد على المدى البعيد والطويل عند الأطفال أو الرجال الكبار أيضا يجب تجنب أشعة الشمس قدر الإمكان عند الكبار والصغار وضع واقي شمس مناسب قبل الخروج محاولة وضع أقنعات طبيعية للتخفيف من هذاك الأذى والإحمرار الذي يصيب البشرة وسوف يتحول فيما بعد إلى سواد مؤذي للبشرة أولا ضروري من استعمال تونر الحليب كل مساء قومي بإزالة المكياج من الوجه واستعملي هذا التونر هو أول حاجة قبل الوصفة مثلا أغمسي قطنة ضائرية أو قطنة عادية في الحليب مرريها على الوجه كامل لإزالة هذاك الإحمرار وهذاك التهيج أولا ومن أجل جعل البشرة تستقبل الماوسك بسهولة طبقي هذا التونر على الوجه كامل ثم أغسلي الوجه بمعدافي واستعملي الماوسك فيما بعد طريقة الحليب ممتازة للوجه تزيل التهيج وتزيل هذاك الإحمرار وتجعل الوجه يستقبل الماوسك بنجاح وفي نفس الوقت تتخلصي من هذاك الإحمرار والسواد وبعده تأتي الوصفات تابعوني أخواتي أولا عندنا الأرز الأرز الأبيض العادي يتواجد في المحلات اشتريه جاهز مطحون أو اتخنه بنفسك في البيت استعملي ملعقة كبيرة أو ملعقتين صغيرتين من الأرز الرز الأبيض العادي أضيفي له العسل العسل الطبيعي إذا ما كان متواجد عندك يحب ذا إذا غير متواجد عندك أستغني عنه أوضيه بالزبادي الروب الطبيعي وأعصيري عليه عصير ليمون الحامض الوصفة هذه صالحة لصاحبة البشرة الدهنية أحركي المكونات جيدا على بشرة نظيفة بعد استعمال هذك التونر طبعا طبيقي هذا الخلطة ضعيها على الوجه كامل على الراقبة على اليدين أعملي فرق بسيط طائري التركيها لمدة 20 دقيقة أو ربع الساعة وأزيلها بماء دافي ورشي تونر ماء الورد أو ماء زهرة البابونج أو التونر المتواجد عندك ورطبيه بعد ذلك يقرر هذا المسك يوميا مساء يعطيك نتائج مثالية وممتازة الوصفة الموالية لأسفل نحتاج إلى حليب مجفف في الدول العربية عنده منيدو نحن في الجزائر عندنا هذا الماركت ماركت لويا نحتاج إلى ملعقة من الحليب المجفف مسحوق الحليب نضيف لها القليل من العسل الطبيعي يحب ذلك أن يكون متواجد حاولوا تشتره لأنه فعلا يزيل هذا الإحمرار اللي يتحول إلى السواد نحصر عليه القليل من الليمون الحامض طبقيه على البشرة لمدة ربع ساعة يوميا أغسل البشرة بماء دافي وكرر العملية بماء بارد ورشي التونر مثلا ماء الورد إذا بشرتك جافة مغلل بابونج إذا بشرتك حساسة أو دهنية ثم رطبيه بعد ذلك يكرر المسك هذا يوميا بعد الرجوع إلى المنزل الطريقة هذه ممتازة اختاروا أحد الوصفتين واستعملوا التونر الحليب هذا قبل الوصفتين وما تنسوش الترطيب أيضا واشربوا لترين من الماء يوميا ما تنسوش أيضا ترطيب البشرة في المنزل حاولوا تتجنبوا هذه الأشياء ما فوق البنفسجية بألعي المسكت الطبيعية مساءً وأيضا ضعوا واقي شمس يعني يكون جيد المركة قبل الخروج وحاولوا تبتعدوا على أشياء الشمس بلبس المطاريات معثلا مظلة أو لأن الأشياء ما فوق البنفسجية خطر خطر كبير على البشرة هذا فيما يخص الوصفة الثانية هذه ننتقل الآن إلى الوصفة الثالثة عندنا الشب الشبة متواجدة في الدول العربية حجرة هكذا مثل الكريستال اسمها الشبة احنا في الجزائم تسميه الشب صالح للبشرة لكن الحساسة ممنوع تستعامله له خصائص ممتازة للوجه لإزالة هذا التصبغ هذا الإحمرار ناتج عن أشياء الشمس يعطيك التفتيح الطبيعي المطلوب للبشرة مادة الشبة هناك من يتخوف منها هي فعلا تسبب حساسية للبشرة الحساسة لكن فيها فوائد رائعة مثلا في إيقاف الدم بعد الحلاقة من الوجه عند الرجال تقف يعني النزيف الدموي من نسيج البشرة ولواتي يتخوفنا منها أنا أعارضهن لكن تستعمل حسب نوع الوجه وتستعمل بمقادير مضبوطة وإضافات مضبوطة نضيف نطحن حجرة الشب جيداً ثم نحتاج منها إلى ملعقة يعني ملعقة بودرة الشب ونحتاج إلى ملعقة من بودرة الحليب في الدول العربية عندهم نيدو نحن في الجزائر عندنا هذه لوية نحتاج إلى ملعقة من بودرة الشب وملعقة من بودرة الحليب ونجمع المكوينين بالماء الماء العادي ماء الحنفية العادي الحليب المجفف يعطيك الترطيب طبعا الوصفة هذه اللي بشرتها حساسة لا تستعملها اجمع المكونات بالماء حتى تتحصل على قوام كريمي خلطيها جيداً ثم بعد ذلك مرري هذا الحليب على الوجه أو الماء الدافي لفتحي المسام وطبقي هذا الخلطة هذه تطبق يوم إيه ويوم لا أتركيها على الوجه لمدة ربع الساعة أزيليها بلطف ونعومة أغسل الوجه بماء دافي وقرر العملية بماء بارد ومرري مكعبات الثلج أو رشي الطنر ماء الورد أو البابونج أو أي نوع طنر متواجد عندك ورد طبيب بعد ذلك يكرر هذا المسك يوم إيه ويوم له هو ممتاز والتي تتخوف من مادة الشبا تستعمل الوصفات السابقة اهتموا ببشرتكم أعملوا الها وقاية من الإحمرار هذاك اللي يتحول إلى السواد وأذية كبيرة للوجه وطبعاً ضروري من حسن استعمال الوصفات وطريقة الاستعمال ووقت الاستعمال وجودة المكونات الوصفات الطبيعية تحب أن تستعملها في المساء يكون أفضل دومي على هكذا تعملوا وقاية من هذاك الإحمرار الذي يتحول فيما بعد إلى السمرار أشربوا لترين من الماء يومياً رطبوا أزيلوا الماكياج قبل النوم وما تنسوش الترطيب الليلي ووضعوا واقي شمس ممتاز واجيد الفعالية وعالي الجودة قبل الخروج ضروري تهتموا بالبشرة لأنها الأذى الأول والأكبر هي التي تتعرض به نشكركم أخواتي على الدعم نشكركم على الثقة نشكركم على التواجد الجميل في قناتي وما تنسوش تروحوا تشتركوا في قناتي الثانية Everything with Heba واتبعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك نترك لكم جميع الروابط في صندوق الوصفة شكراً بزاف بزاف وإلى اللقاء سلام